في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح يصر خليل على زينب أن تريه صورة على هاتفه لأنه عندما يتلقى خليل الرسالة يبتسم وتغار زينب خليل الذي يريد تجنب سؤال فام مصمم على إظهار الصورة لزينب الشخص الذي أرسل الصورة هي بيرنا تنظر زينب إلى الصورة بدافع الفضول وترى خليل وبيرنا وعدد قليل من الأشخاص الآخرين نظرا لأن العمل في المكتب لم ينتهي بعد تقيم زينب وخليل في المكتب مع إنجي يريد إنجي أن ينام معهم ويقبلهم يتوجه خليل وزينب وجهة لوجه أثناء تقبل إنجي يقول إنجي أن زينب تحب خليل وأنهما سوف يتزوجان يريد إنجي الاستماع إلى قصة قبل النوم يتذكر خليل حلم رأى زينب تمشي في ذوء القمر يقارن زينب بالقمر ويتحدى عن حب الرجل المستحيل يتبع الرجل القمر لكنه لا يستطيع مقابلته أبدا لذلك يعين بشدة إنجي ينام زينب تقول كم هو جميل إنجي يقول خليل أنه يحلم بإنجاب ابنة مثل إنجي ذات يوم ليبدأ حب خليل وزينب وتتحقق أحلامهما تتسأل زينب عن نهاية القصة يوضح خليل أن الرجل لا يستطيع الاعتراف بحبه زينب تغضب من الرجل لأنه استسلم يقول خليل أنه يجب فهم حب الرجل وسلوكه تتعب زينب وتنام يستيقظ إنجي في الصباح الباكر زينب تنام بشكل تريم على صدر خليل خليل يستنشق رائحة زينب تستيقظ زينب وتبتعد على الفور عن خليل خليل وزينب يرتبان السرير خليل يسأل زينب هل تتزوجينني؟ سأل ومع ذلك إذا لم يكن هذا المشهد حلما فإن وصول ألبر سوف يدمر كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة أراكم في فيديو تحليل آخر